السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو اليوم سيكون عن أنواع الأسلحة من حيث نوعية ووظيفة الزناد في عندنا في الفيديو هذا مصطلحات مهمة وتهم المهتمين بالأسلحة وما إلى ذلك في عندنا أربعة أنواع أكيد سمعنا الأربعة للأنواع هذه بس ما ندري ما المقصود فيه النوع الأول ويسمى مسدس أحادي الحركة Single Action مسدس ثنائي الحركة Double Action DA مسدس ثنائي الحركة فقط ويسمى Double Action Only DAO النوع الرابع مسدس إبرة إطلاق مضغوطة Striker Fire ما المقصود بالأكشن هنا أو الحركة Action ترجمتها حركة هي وظيفة الزناد وطريقة عمله على السلاح راح نبدأ مع أنه المسدس أحادي الحركة Single Action طبعاً في المسدسات وحادية الحركة يجب سحب المطرقة يدوية للخلف بشكل كامل لكي تتم عملية الإطلاق ونلاحظها ذلك مسدسات أبو محالة والتي تهتوي على عجلة طلقات طبعاً في المسدسات السيمي أوتو اللي هو النصفة ثماتيكية راح تقوم حركة الارتداد على إعادة ثبيت المطرقة تلقائية للطلقة الثانية وهكذا وهكذا الآن هو واضح أمانكم طريقة عمل المسدسات ذات وحادية الحركة في مسدسة أبو محالة يقوم بعملية سحب المطرقة بشكل كامل في كل عملية إطلاق طبعاً هذه الحركة الحركة الديناميكية ذو حادية الحركة Single Action في المسدسات السيمي أوتو في كل دورة للسلايد راح تقوم بعملية رجاء المطرقة للخلف عشان تثم عملية الإطلاق للطلقة التالية طيب أمثلة على المسدسات حادية الحركة في عندنا To Carry FTT 1911 High Power B35 في عندنا Colt Bassmakers في عندنا المسدسات أبو محالة ماركة Roger Black Hawk طيب راح الانتقل النوع الثاني مسدس ثنائي الحركة مسدس ثنائي الحركة راح يكون فيه سحبة الزنادة راح تكون على مرحلتين المرحلة الأولى سحب المطرقة الخلف المرحلة الثانية راح تكون عملية تحرير ويسقاط تحرير ويسقاط المطرقة لكي تتم عملية الإطلاق مواضح مواضح في الصورة هذه عملية السحبة تقوم عملية رجال المطرقة الخلف بعدها يتم التحرير بوسطة قطعة داخلية تسمى السير تقوم بعملية تحرير المطرقة لكي تتم عملية الإطلاق هذا مسدس ثنائي الحركة وحادي الحرك بإمكان سحب المطرقة الخلف تتم عملية الإطلاق أو عملية سحب الزناد بشكل كامل لكي يقوم بإجاء المطرقة الخلف ومن ثم تحرير ها لكي تتم عملية الإطلاق طبعا في عندنا بعض الأمثلة مسدسات التوريس BT-92 سيلكتف في عندنا سميثة ويسون في عندنا الروغر في بعض أنواع من أنواع الروغر يتكون المطرقة مخفية النوع الثالث مسدس ثنائي الحركة فقط ما المقصود فيها مسدس ثنائي الحركة فقط أي رجعة المطرقة الخلف ومن ثم تحريرها تتم فقط عن طريق الزناد يعني ما يمديك أنك تسحب بواسطة بهامك المطرقة الخلف تقوم بعملية تثبيتها ثم الإطلاق لا هذا تسمى حادية الحرك أي رجعة المطرقة الخلف ومن ثم تحريرها تتم فقط عن طريق الزناد الزناد وأيضا في بعض المسدسات النفس التوماتيكية كل دور للسلايد راح يقوم بعملية إرجاع المطرقة للخلف ومن ثم الإطلاق هذا يسمى مسدس ثنائي الحركة فقط أيضا من مثلاته مسدسات أبو محالة ذات المطرقة المخفية يعني ما يمديك أنك تمسك المطرقة ترجع ها الخلف لا تتم آلية بدون أي تدخل بواسطة الزناد أيضا لا يمكن وضعها في الوضع الوحادي مهائيا في عندنا النوع الرابع مسدس الأبرة المضغوطة وأول ظهور له واشتهار له كان عبر مسدسات قلاك ذلك يتم عن طريق دفع السلايد والأجزاء البلوية الخلف وتحريرها للأمام تحت وجود أبرة الأطلاق بالداخل راح تكون تحت شد وضغط زنبوركي سيبرينغ فبواسطة الزناد يقوم بعملية تحرير أمان الأبرة وتكون الأبرة تحت شد زنبوركي تقوم بعملية الأطلاق طبعا هذا يتم مع كل طلقة أيضا زي أنتم معرفين النوع هذا من المسدسات ما يوجد فيه أي مطرقة للإطلاق نهائية هذا بس شغلة إبرة إطلاق وزنبورك أيضا سحبة الزناد فيه راح تكون سهلة للغاية ما تكون زي الأنواع الثانية متفاوتة والأوزان فيها راح تكون منخفضة جدا سمه واضح عندكم في الصورة هذه عملية إبرة الإطلاق في الداخل راح تكون تحت ضغط زنبورك فالزناد راح يسوي عملية تحرير لأمان الإبرة بعدها تسم عملية الإطلاق أيضا في عندنا صورة ترضيحية للإبرة الإطلاق مع الشد الزنبورك طبعا يتسأل بعض يقول طيب في عندي وحادي المسدسات الوحادية وليس يقوم محال المسدسات الوحادية لنصف إثماتيكي أحيان في الإبرة الإطلاق تحتوي على زنبورك نعم تحتوي على زنبورك ولكن ليس بهذا الطول من كل زنبورك له وزن وقوة دفع تختلف عن الوحادية الأوزان الموجودة في الوحادية راح تكون خفيفة جدا هي فقط عملها إرجاع الإبرة للداخل عشان تتم عملية ضرب المطرقة من الخلف هذه الصورة أخرى توضيحية عملية دورة سلايد سحب طرق الأمان راح يكون عندنا الوحادية تحت الضغط تتحرر بواسطة الأمان تتم عملية الإطلاق مثلتها في عندنا المسدسات الجلوك في بعض مسدسات السيقسور زي نوع بي ثريتي تو في عندنا بعض من أنواع مسدسات السيقسور تحتوي على مطرقة في عندنا سميثا ويسون M2.0 خلاصة الكلام يحتوي المسدس للحركة الواحدة على سحب خفيف وسلس للزناد لأنه يحتاج فقط إلى إسقاط المطرقة هذا يسمح بتصويب أكثر دق بي سن المسدسات التي تحتوي على حركة مزدوجة أو حركة ثنائية دابل اكشن راح تكون قوة الزناد فيه أثقل وأطول مما قد يؤثر على الدق طبعا لمسدسات السنجل اكشن لها جمهور الدابل اكشن لها جمهور سترايكر فاير لها جمهور وعشاق خاصة بها وكل شركة تختلف عن الشركة الأخرى كل شركة مهتم بدينيماكية معينة وما إلى ذلك أتمنى أن المعلوم وواصلات ونشوفكم في حلقات قادمة إلى اللقاء شكرا